بداية النشرة الاقتصادية مساء الخير شكل مجلس الوزراء في جلسة الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة دارية أوليا لتمهيدا لعودة الهالي إلى منازلهم كذلك وافق المجلس على مشروع مرسومي تنظيم جامعات المتضمن رفع سن التقاعد للأستاذ المساعد إضافة لدراسته تعديل رسوم المغادرة عبر المنافذ الحدودية للأشخاص والسيارات المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس آلية عمل الاتحادات والنقابات المهنية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي ودور كل منها في ظل الظروف الراهنة إضافة للنظر في آلية تعيين ممثل القطاع العام بهدف زيادة فعليتهم وضرورة تطوير آلية عملها لتكون داعما لرؤية الحكومة وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة دارية أوليا تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم كذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم تنظيم الجامعات ومشروع مرسوم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 50 لعام 2006 واتضمن المرسوم السماح لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية التدريس في جامعة خاصة أيام العطل ويوم آخر في الأسبوع لضمان حسن سير العملية التعليمية في الجامعات الخاصة كما تم اقتراح زيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعدا وتخصيصهم بنسبة 2% من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات كما تضمن المشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات فيما يخص رفع سنة التقاعد للأستاذ المساعد من 65 سنة إلى 70 سنة ورفع سنة التقاعد للمدرس من 60 سنة إلى 65 سنة ورفع مدير الأعمال من 60 سنة إلى 65 سنة المجلس وخلال الجلسة وافقا على مشروع تعديل قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 القاضي بتمديد حصرية الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات لمدة 5 سنوات كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2014 المتعلق بجواز تأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لمدة 6 أشهر إضافية كما درس المجلس تعديل رسوم المغادرة عبر المنافذ الحدودية للأشخاص والسيارات افتتحت المؤسسة العامة للدواجين صالة جديدة لبيع بيض المائدة والفروش في منطقة جارمانا بريف دمشق وذلك للاستمرار بطرح منتجتها في الأسواق وفي المناطق الشعبية المقتضى بالسكان ولإلغاء الوسيط بين المنتج والمستهلك الصالة هذه تعد الثالثة في محافظة ريف دمشق حيث سبقتها صالة في منطقة صيدنايا وأخرى بضاحية الأسد وحاليا بمنطقة جارمانا وذلك بهدف توفير المنتج الصحي والطازج في كافة مراكز البيع التابعة للمؤسسة عن طريق منشأة دواجين صيدنايا ووفقا لنشرة الأسعار التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فتحنا صالة جديدة بجرمانا لخدمة المنطقة أو المدينة لتقديم البلاد الطازج الحقيقة بيجي من حزائر فورا من حزائر أو من مواقع الإنتاج بصيدنايا فورا لمنافذ البيع دون وسيط بسعر تموين أو بسعر تأشيري لنصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ينوصل بالنتيجة أنه سيكون الإنتاج جيد ومضمون وطبعا سيكون بسعر أقل من السعر بالمحلات العادية فهذا عبارة عن منتاج مضمون بشكل جيد بيض مباشرة من صيدنايا من الإنتاج مباشرة على الصالة بيض طازج عمره يوم واحد أو يومين بالكتير والفروج بالأسبوع مرة إن شاء الله كل أسبوع مرة نحن راح نغدي صالاتنا بالفروج أكدت الشركة السورية للاتصالات وضع مكتب خدمات المطار في خدمة المواطنين المشتركين وجهزيته التامة كامل أيام الأسبوع وعلى مدر الساعة لتقديم الخدمات الهاتفية للزوار القادمين إلى دمشق أو المغادرين منها وبينت الشركة أن الخدمات التي يقدمها المكتب تشمل تزديد الفواتير الهاتفية في أي مركز من المراكز في محافظات القطر وتنفيذ أي ميزة هاتفية يرغب بها المواطن إضافة طني لبعي بطاقات ياشام مسبقة الدفع التي يتم من خلالها الاتصال من أي هاتف ثابت دوليا أو قطريا أو باتجاه الخلوي في حال كانت إقامة الزوار لفترة زمانية محددة افتتح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عماد الأصيل ومدير عام مؤسسة سندوس محمد العمري معرضا للوازم المدرسية في صالة معاوية في الحريقة بدمشق تفاصيل أوفة مع سراب الهوى تحت عنوان حضن الوطن دافي افتتح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عماد الأصيلة ومدير عام مؤسسة سندوس محمد العمري معرضا للوازم المدرسية والقرطسية في صالة معاوية بمنطقة الحريقة بدمشق هذا التوجه باهتمام كبير ادى الى فتح هذه المنافذ واذا لاحظته الموضوع ليس في دمشق فقط وانما ببقية المحافظات وسنذهب حتى الى المحافظات البعيدة وطلبنا حتى ان إنشاء الامر اعتقد بالمستقبل سندخل الى المدارس واللبي حاشة المدارس بنفس المدرسة سمينا معرضنا باسم حضن الوطن دافي لنسبت بأزهان الناس أنه سوريا بخير سوريا لولادها ورح تبقى تقدم لهم وتبقى بخدمتهم مؤسسات تدخل إيجابي اللي هي زراع الحكومة بالأسواق رح تبقى بخدمة الأخ المواطن تخفف العبع عنه وتقدم له بأسعار الكلفة وبمواصفات جيدة بتخدم متطلباته لا نريد الربح نريد أسعار الكلفة وتقطي التكاليف تفقط المواطنون أشادوا بأهمية هذه المعارض التي تتيح الفرصة أمامهم للحصول على متطلبات أبنائهم بأسرنا وبما يتناسب مع قدراتهم الشرائية خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد أنا دائما كل سنة بنزل بتسوق من سندوس ما بيجي على المحلات الثانية أو على المكاتب العادية والله هدى الآن أسعار كثير مناسبة وأرخط من الأسواق في تنافسه في فرق كبير بين السوق وهم يعني مبين يعني ما بده إنسان يحكي يعني يذكر أن المعارض الذي يستمر لمدة شهر يحتوي كل المستذمات المدرسية من دفاتر وأقلام وملابس مدرسية وأحذية كشف مدير فرع الجهاز المركزي لرقبة المالية في حالب حسن الحسن عن أنه تم إنجاز ستين قضية تحقيقية واسترداد مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية وإعادتها للخزينة العامة كما تم إنجاز خمسة وثلاثين قضية تحقيقية مع إنجاز عملية تأشير القرارات المختلفة بنسبة مئة بالمئة لافتان إلى أن المحافظة ستقوم بجولات ميدانية على كافة المؤسسات لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقارير وستتم محاسبة الإدارات المقصرة في هذا الجانب قدر مضار أسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس إنتاج محافظة طرطوس من التفاح للموسم الحالي بنحو 20 ألف طن وأشار أسعد أن الفلاحين المنتجين بدأوا بتسويق إنتاجهم منذ عدة أسابيع عبر أسواق الهال وقد باعوا حتى الآن أكثر من 10% من هذا الإنتاج بأسعار تتناسب والتكلفة في ظل مخاوف أن تتراجع الأسعار يوما بعد يوم في ضوء نلوج الانتاج وزيد إيادة الكميات المباعة أكدت وزارة النفط العراقية إخمد حرائق في أربع أبار نفطية في منطقة القيارة المنتجة لنفط وكل الوزارة فياض بيّن أن العمل جار لإطفاء بقية الأبار أو البرك النفطية التي قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة هذا وتنتج منطقة قيارة الخام الثقيل علي الكبريت ولديها مصفات نفطية صغيرة لتكرير بعض إنتاجها من الخام أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيبنيا أن قيمة الاتفاقات المصرفية التي جار التوقيع عليها خلال زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي بلغت نحو 70 مليار دولار أكد طيبنيا أنه تم إبرام اتفاقية مع بنك التنمية الصينية لتمويل مشاريع إيرانية بقيمة 15 مليار دولار إلا جانب اتفاقية مع بنك صيني آخر لتمويل مفتوح لافتني لأن حجم الاتفاقيات يلامس السبب دولار ولفت أن إيران تمكنت من فتح وتفعيل حساب مصرفي بالعملة الأجنبية في إحدى الدول المستوردة للنفط الإيراني في الأسبوع الماضي كشف مايكل فرومان المتحدث باسم الموثل التجاري الأمريكي أن محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحرز تقدما وتتفاوض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي منذ ثلاثة أعوام وكان الجانبان يسعيان للانتهاء منها العام الجاري ولكن الخلافات لا تزال قائمة حيث أكد المتحدث الأمريكي أن المفاوضات تحرس تقدما مطردا على منطق المشاهدين إلى أسعار العملات والمعادن ونبدأ بسعر صرف الدولار وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل الدولار في الحوالات الشخصية 514 ليرا و80 قرشا وفي شركات أصرافة 517 ليرا و42 قرشا اليورو في الحوالات الشخصية 581 ليرا و57 قرشا وفي شركات أصرافة 579 ليرا و23 قرشا أسعار الذهب العالمية فيها سعر الأنصة عالميا سجلت 1324 دولارا وثمانين سنة للوقيا الواحدة أما أسعار الذهب في السوق المحلية فيها جرام الذهب عيار 21-19-1400 ليرا سوريا وجرام الذهب عيار 18-16-630 ليرا سوريا أسعار النفط العالمي فيها سعر خام برينتخ 49 دولارا وثلاثة وسبعين سنة أما الخام الأمريكي 47 دولارا وثلاثة واربعين سنة مشاهدينا النشر الاقتصاد ينتهي